السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Advanced Immunohematology ونكمل كلامنا في الموضوع الثاني من سلسلة Experience in Blood Banking واللي بعنوان Common Blood Groups وآخر حاجة تكلمنا عليها في المقطع اللي فات الRH Blood Group System بالنسبة للكل Blood Group System إلى الآن حوالي 37 Antigens وآشهرهم البيكي الاسمول كي الكي بي اي الكي بي بي الجي اس اي الجي اس بي الانتي باضز السيستم ده بتكون كلينيكالي سيجنيفيكنت يعني أغلبها بيكون اي جي جي بتتفاعل طبعا في شكل كويس في درجة حوالي 37 وفي العيات وعشان كده ممكن تسبب هيموليتك ترانسفوشن راكشن وكمان سيفير هيموليتك ديزيز أو فيتاس أي نيوبورد بالنسبة للكل السيستم ده الانتجنزم بتكون في ايه بوليومورفيك يعني في جيناتك فارياشن كبير وده بيؤدي الى فيابول بالنسبة للانتجنز نفسها بالنسبة بقى للانتجرام اللي معانا ده لو جينا بصينا على الكل بلاد جروب سيستم هنلاقي هنا مثلا في حاجات بتكون هاي بريفلانس انتجنز ولو بريفلانس انتجنز زي ما واضح معانا في الانتجرام ده تمام كده طيب السيستم بقى اللي معانا بعد كده اللي هو الضافي بلاد جروب سيستم وهنا الانتجنز بتكون خمسة أشهرهم الاف واي اي والاف واي بي الانتي بارز للسيستم ده بتكون كينينيكالي سيجنيفيكانت بتكون اي جي جي وبتتفاعل في ضائجة سبعة وثلاثين وفي الايات وممكن تسبب هيموليتك ديزيز الفيتس عند نيو بور وهنلاقي ان الانتي اف واي اي ده بيكون عشرين مرة قامن عن الانتي اف واي بي وهنلاقي ان الانتجن اللي هو الاف واي بي الاميون وجناسي بتاعته بتكون اقل من الاف واي اي انتجن وزي ما قلنا بالنسبة للكل بلوت جروب سيستم الضافي برضو بيكون بوليمورفيك وعندنا في نوتيب اللي هو نيجاتف اللي هو الاف واي اي نيجاتف و بي نيجاتف وده بيكون منتشر عند مجموعة معينة اللي ليهم اصول افرقية و بيكون نادر جدا زي في الانتيجرام اللي معانا ده زي السل دي من الحاجات بقى اللي بتميز الفينو طيب ده انه يريد دي طبعا إغزيستنس للميلاية والفينو طيب ده بيكون ناتج عن ميوتشن معينة فحاجة اسمها الجاتا بوكس في الميوتشن دي الاف واي بي ما بيكونش موجود على الارب سيز ولكن ممكن يكون موجود على سيلز تانية موجودة في الجسم وللسبب ده الجسم اللي هنا بالفينو طيب ده مش هيكون اللي هو الانتي اف واي بي لانه مش موجودة فعلا على الارب سيز ولكن موجودة على سيلز تانية غير الارب سيز تمام كده ده كده بالنسبة للضعف طيب نقف عند النقطة دي النهاردة ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة الى ان نلتقي قريبا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اعتبوا ليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته